تعتبر صادرات البحرين التي تم إطلاقها في نوفمبر من عام 2018 والتي تقع تحت إشراف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد أول مبادرة وطنية مختصة بتطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية وذلك كجزء من الجهود الوطنية المبذولة لدعم توسعة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها لترويج منتجاتها داخل اقتصاديات الدول الكبرى التي تمتاز بمعدلات نمو عالية منذ نشأتها كأول مبادرة وطنية تبنى إطلاقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر من العام 2018 استطاعت صادرات البحرين أن تكون نتاج جهد حكومي مثمر نجحت في دعم وتوسعة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وازدهارها من خلال تقديم المنتجات والخدمات البحرينية وفتح نافذة رحبة لها إلى الأسواق العالمية صادرات البحرين وبمنطلق دورها الاقتصادي المحوري برعت في تكوين جسور من التفاهمات المجدية مع جميع الشركات والمصدرين كشريك محلي تكفل برسم خارطة طريق ناجحة للتصدير الأمر الذي قاد نحو ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي عالمي للتصدير وشريك تجاري رائد على المستوى الدولي مهمة رئيسية واضحة تندرج ضمن استراتيجية عمل صادرات البحرين ترتكز على الترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات البحرينية من منتجات وخدمات صنعت في البحرين وتمكين المصدرين من ترسيخ موطئ قدم لهم داخل اقتصاديات الدول الكبرى التي تمتاز بمعدلات نمو عالية إن طرح السياسات الحكومية الهادفة إلى مضاعفة صادرات المنتجات المحلية من شأنها أن تسهم في تعظيم الناتج المحلي الخام وتنويع فرص النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الدولية لصادرات المملكة عن طريق دعم الشركات التجارية الصغيرة منها والمتوسطة ومساندتها في خطتها التوسعية على المدين القصير والطويل بشكل يفرض دورها الفاعل في التقليل من الاستراد وتحسين مساهماتها الحقيقية في دعم الناتج الوطني والقومي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات